راكيزاً لولا ديال برنامج الجيل الأخضر والاقتصاد في الماء وكانت ضجة على زراعات الأفوكا ومارطيشا والدلاح والتي تسهلك ماء كثير وهذا الماء ما بقاش أشنو كتدير اليوم الوزارة ولسيما في تقنين هاد الزراعات مارطيشا مغربا ما غادي شي تقلوا عليها هي مهمة جدا ولكن كان تقنين ديالها ما هو التقنين يعني عندنا اليوم أصناف عندنا تقنيات اللي كان ديروا واحد الكمية كبيرة بواحد القيل الخصوصا في البيوت المغططة فيما يخص الابوكا والدلاح كان واحد يعني المبالغة مبالغة يعني اللي ما عندها حتى شي أساس واللي مع الأسف بعد المرة كانت توظف سياسيا وهذا لماذا؟ معني هادش ما كينش على أرض الواقع سيد الواسير؟ لا ماشي هي اللي ادتنا لهذا الوضع ماشي هي اللي ادتنا؟ لا ماشي هي اللي استنفذات المياه؟ لا لا نهائيا استنفذات المياه تنفذات لنا وساهمت شوية؟ لا 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 ولو؟ أنا نقع أعطيك الأرقام أعطيك الأرقام لابوكا ما عندنا؟ عندنا 9000 كتار فين كدر لابوكا؟ إلى خرشتي على الجهة دي الرباط فين كين الماء الفوق ما كينش في جوية أخرين بين الرباط وفين كين المياه هذه المياه عادة ما كاتمشي للبحر نعم يعني ما كينش في جوية أخرين تانيا الدلاح كان طبعا في بعض المناطيق بحال فزاقورة بحال هذا ولكن اليوم تقنات ذلك المساحات تالتا الدولة ما عمرها ساهمت وأتقول بفرنك فهذه الإعانات ديال هذه الزراعات اليوم واش عندي شي قانون باش نمنع هذه الزراعات ما كينش ولكن ما كينش لأخر كنحاولوا باش نقولوا لهم بحال دب إلا عندنا في هذا الوقت ديال الماء وإلا كان خصني نعطيه الماء ما نعطيه هالوش نعطي الأولوية لأشجار الأخرى والبطاطيس وهذا إذا غير خصنا لأننا إلا بقينا غير يعني خصنا نمشيو الحقائق ونمشيو إلا بغينا نعجو الوضعية نمشيو الحقائق اليوم والناس كتقول كت كان يعني كان نصدروا المياه هذا شي غلط كذلك يعني ما طيش عمليك نصدرها هذيك الماطيشة شحال كان تخدمنا ديالناس وشحال من واحد عايش بيها كين مناطق بحال ده بقى قادير إلا حياتي ما طيش عرح كل شي غادي يقلس ما كانش الخدمة نعم إذن خص الإنسان يشوف هالشي بطيبه هدا وهالشي مقنن موسيقى موسيقى